مرحبا معاكم ايهاب النقيب بهذه الحلقة في هذا الفيديو حنتكلم عن احد منتجات مايكروسوفت اللي هو فيفا انجاج احد التطبيقات المهمة داخل الشركات لكن شنو معنى فيفا انجاج وكيف نفهمه احد الاسئلة اللي وصلتني من احد الطالبات عندي في دورة شير بوينت اونلاين سئلة قالت يا ريت انه تعملن شرح بسيط بطريقة مفهومة شنو فرق هذه التقنيات عن بعض وهذا اللي حاول اعمله في هذا الفيديو لانه مثل ما تعلمون خاصة اذا انتوا داخل الشركات او الناس مختصين بهذا المجال شير بوينت اونلاين مايكروسوفت تيمز فيفا انجاج تطبيقات مختلفة لكن يقومون باشياء متشابهة وبالامكان عمل نفس الشيء داخل تطبيقات مختلفة فسأحاول الان في هذا الفيديو اشرح هذه الفروقات وابين كيف بالامكان ان تستفادون منها لاشياء مختلفة شير بوينت اونلاين هو المكان الاساسي لطرح استراتيجية التواصل داخل الشركة يعني الكميونيكيشن بزنس استراتيجي على المستوى الكبير الرسالة كبيرة لشركة وايضا يسمح لي ان اقوم بممارسة اعمالي اليومية داخل المؤسسة باستعمال شير بوينت اونلاين لكن يعني كما يقال بالانجليزي هذا يقول لا يمكن وضع شير بوينت اونلاين داخل صندوق التعريف اللي اعطيته لكم هي نقطة البداية حسب استراتيجية الشركة وحسب استعمال التقنية بالامكان اخذ شير بوينت باتجاهات متعددة ومختلفة تماما من الانترانيت الدوكيمنت منجمت سيستم للأوتوميشن الى 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 حتى بالامكان عمل انظمة مالتيميديا على شير بوينت اونلاين فهو لا يمكن وضعه في صندوق مايكروسوفت تيمز مايكروسوفت تيمز هو مكاني اللي اجلس فيه في مكتبي بالشركة يعني في الشركة التقليدية عندما اذهب حتخل للبناية بين البناية حروح للدائر تي اللي اجلس بيها اجلس مع زملائي على الكرسي هذا هو امس تيمز ارفع الهاتف اكلم احد اسأل سؤال الزميلي اللي جنبي واتوقع اجابة سريعة اعمل شات اجتماع الى اخره عمل مع زميل على ملف او دوكيمنت وهذا امس تيمز العمل اليومي داخل المؤسسة وداخل الشركة وداخل الدائرة زين هذا فهمنا فيفا انجيج شنو فيفا انجيج هو الكافيتيريا هو ظرفة الجلوس داخل الدائرة حيث زملاء من دوائر متعددة يجلسون مع بعض ويتكلمون داخل الاماكن الرسمية المحددة لهم فيفا انجيج يسمح لموظفين الشركة ببناء جروبات ببناء كوميونيتيز ببناء مجتمعات داخل الشركة تعكس ثقافة هذه الشركة لكن ليست بالضرورة ضمن الدوائر والاماكن وعناوين الوظيفة الرسمية الآن خلينا نذهب إلى فيفا انجيج مثل ما تشاهدون عندنا شيئين مهمة داخل فيفا انجيج اللي هي المجتمعات يعني الآن إذا أذهب إلى مجتمع هذا بالإمكان طرح الأسئلة شكر أحد قام بمساعدة إليك وقام بعمل جيد تعمل له بريز تسوي بول تطرح أسئلة تأخذ فيدباك من الناس ذات لهذا المجتمع تربط مع ملفات مع موقع مع تاسكس لإدارة مشروع لنفرض مثلا أنتوا بالشركة عدتكم عدة دوائر يعملون على عمل سمينار ترحون بمكان تطرحون خدماتكم كشركة بالإمكان تعمل كوميونيتي لوقت محدد لتبادل الأفكار لاستعمال اللوغو الخاصة بتلك الإيفنت إلى آخره أو عدكم شيء طويل المدى دائما مستمر مثلا تساعدون الأطفال على تعلم التقنية فهذا يعتبر أفورت أو مجهود تقومون بداخل الشركة لكن هو ليس جزء من التسويق بالتحديد أو ليس جزء من دائرة التقنية أو الموارد البشرية هناك أفراد داخل الشركة يكونون هم آكتف هم فاعلين مستعدين يحطون من وقتهم ويتفاعلون داخل هذه المجتمعات الشرع اللي تميز فيفا انجيج عن باقي عن MS Teams أو SharePoint Online هو Storyline لنفرض أنا داخل الشركة عندي هذا البروفايل العائد إلي وأنا شخص أكتف أكتب مقالات أكتب بلوغات أسوي فيديو أسوي stories أشاركها عبر Storyline تبعي الناس داخل الشركة بإمكانهم متابعتي كشخص يعملولي following ها طبعا ال Demo Environment يعني ما بيها معلومات حقيقية فأي شيء أكتبه وأي شيء أنا أضيفه يضاف لهم ويتفاعلون مع المحتوى اللي أنا أصنعه داخل الشركة أيضا بالإمكان إضافة Viva Engage داخل MS Teams تطبيقه مثل ما شايفين هو بالضبط نفس الإكسبرينس داخل Viva Engage لكن داخل Microsoft Teams فبإمكاني أضيف أي شيء من أي مكان وهو يكون updated بمكان central حسب ثقافة الشركة بعض الشركات intranet centric تعتمد على SharePoint Online تعمل داخل ثقافة الانترونيت ولا يستعملون التقنيات أو التطبيقات الخارج نطاق SharePoint Online هذا أيضا ممتاز بالإمكان أن أجذب الاكتيفتي أجلبها والأشياء اللي تقوم بيها المجتمعات داخل Viva Engage وأجلبها داخل SharePoint Online مثل ما أنتو شايفين هنا ثقافة وكولتشر الشركة والمؤسسة سيحدد نوع التقنية التي تستعملها لإيصال الفكرة ولإيصال الاكتيفتي التي تقوم بها داخل الشركة مثلا عدنا في Viva Engage بإمكان الرأي المدير التنفيذي للشركة يتواصل بطريقة بين الرسمية واللارسمية مع الموظفين عبر هذه الرسائل وعبر الـ Update وعبر الـ Storyline دون الحاجة أن يذهب دائما إلى فريق الماركتينج أو فريق الـ Communications داخل الشركة حتى يوصل أفكاره بطريقة أورغانيك داخل المؤسس لكن أرجع وأقول الـ Policies وثقافة الشركة تحدد طريقة تواصل المعلومات داخل الشركة أتمنى أن يكون هذا الفيديو فاتكم ووصل لكم ما هي استعمالات Viva Engage داخل المؤسسات